يوم جديد من التصعيد والقصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة بموازات اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس على عدة محاور بالقطاع تعمق من معاناة المدنيين الذين باتوا يواجهون واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العصر الحديث وسائل علام فلسطينية أفادت بمقتل طفل وإصابة عدة أشخاص آخرين بقصف إسرائيلي استهدفا منزلا سكنيا بخان يونس جنوبية قطاع غزة بالتزامن مع تجدد القصف الجوي والبري العنيف على مخيم جباليا بشمال القطاع ومحيطي مستشفى في دير البلح بالوسط يتزامن ذلك مع اشتباكات عنيفة بين كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس والجيش الإسرائيلي على محاور وسط خان يونس بالجنوب ومخيم أنصيرات وسط القطاع حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط في المعارك الدائرة هناك ليرتفع إجمالي القتلى إلى 133 منذ بدء الهجوم البري على القطاع في غضون ذلك قال وزير الدفاع الإسرائيلي آف جالانت أن الهجوم العسكري في قطاع غزة سوف يتركز في المرحلة المقبلة على الدخول إلى الأنفاق لا سيما في مدينة خان يونس وجباليا